أقدم الدهنقة للمصريين وللعالم كله بمناسبة عيد الأضحى كل عام وانتو ضيبين جميعا علينا وعلى كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وأرجو أن احنا يعني لأنه طبعا مش هباقي فيه فرصة نتكلم مرة تانية معاكم أرجو أن احنا الإجراءات اللي احنا بعملنا فيما يخص الإجراءات الاحترازية اللي احنا عملنا في موضوع كورونا أرجو أن احنا نستمر عليها احنا بوعينا وبحرصنا خلال الشهور اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى يعني سلمها علينا وصلنا للرقم كبير ثم بترينا يعني دلوقتي الرقم بتدى يتناقص مش عايز خلال يعني التفاقل باللي بيحصل ده ان احنا مش بتكلم على المصنع انا بتكلم على التفاقل في التراجع نسب الإصابة وحجم الوفيات يخلينا ان احنا عملنا إجراءات الهدف منها زي قبل كده ما قلت إجراءات صحية متوازنة مع إجراءات اقتصادية عشان مصالح الناس وكمان ابتدنا يعني سمحنا لمنشآت كتير جدا جدا انها تشتغل لغاية يمكن اخيرا لغاية الساعة 12 بالليل يعني حاولنا ان احنا عشان قطاعات كبيرة جدا كانت متأثرة بالإجراءات اللي هي إجراءات الغلق ما تخلوناش ان احنا نضطر يعني نرجع لها تاني ولا قدر الله عشان برضو صحية المصريين وسلامتهم لو حصل حاجة احنا نبتدي نرجع مرة تانية لإغلاق وناخد إجراءات صعبة كانت الناس بتعاني منها عايزين بحرصنا وان احنا زي ما انتو شايفين ما كده يعني الموضوع الكمامة وموضوع ان احنا يعني الإجراءات اللي احنا بقدر الإعلام بيتكلم فيها والناس كلها حفظتها يعني نبقى تساعد على ان احنا ننخفض تنخفض الإصابات تنخفض الوفيات مزتش حتى ما تستمرش على كده لأ تنخفض وحاول حاجة تانية من فضلكم ما أمكن ما أمكن اعملوا يعني خل الناس كلها اللي تقدر تمارس رياضة ده أمر مهم جدا جدا في مواجهة برضو لدعم المناعة وكمان عشان نتيجة الإغلاق الشهور اللي فاتت دي كلنا يعني وزننا زاد شوية فبرضو هتستغربوا ان انا بقول كده دكتور مصطفى يعني استغربوا ايوة وزننا زاد كلنا عدنا في البيوت فوزننا زاد يعني فنخلي بلنا من النقطة دي يتون ونلعب رياضة عشان زي ما قلت كده موضوع المناعة بتاعتنا تزيد ويبقى كمان نتخلص من الوزن المناعة بتاعتنا تزيد المناعة بتاعتنا تزيد